هذا وتمتاز مملكة البحرين ببنية تحتية رقمية متينة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ما جعلها تحظى بمكانة رائدة بين دول المنطقة والعالم في مجال الاعتماد على التقنيات الرقمية المتطورة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي ودفع عجلة الاستدامة في شتى المجالات التكنولوجيا الرقمية أحدثت تحولات جذرية وجوهرية في مجتمعات واقتصادات الدول لذلك خطت مملكة البحرين خطوات سباقة وجادة في مجال الاعتماد على التقنيات الرقمية المتطورة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي ودفع عجلة الاستدامة في شتى المجالات في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فأصبحت مملكة البحرين من الدول الرائدة في تبني التقنيات الحديثة والمتقدمة فعملت على التوسيع لطاق مفاجرات التحول الرقمي الوطنية والخدمات الالكترونية ووضعت استراتيجيات وخطط شاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي برز دورها في التحول إلى الخدمات الالكترونية في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام والمال والأعمال وشتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فعاما بعد عام تحقق مملكة البحرين إنجازاتها المشرفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي وترسيخ المجتمع المعرفي حتى تم تصنيفها ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدا في مجال الحكومة الإلكترونية وفي المرتبة الأولى عربيا في تقرير الاتجاهات الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021 والمركز الثاني والثلاثين عالميا في تقرير التنفسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022 حتى تسلمت رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية لعام 2023 وأثبتت بأنها أرض الإنجازات المتميزة في قطاع الاتصال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر